لكن وقعت لي صدمة أني مرة في العقيبة شفت مرة تأكل من المزبلة رأيت وإن مرأة تأكل من المزبلة والمرأة حاجة عظيمة مقدسة شفت حنا كيف مربين الشعب جزائري والمرأة حاجة كبيرة شفت مرة أنت تأكل بالمسكينة بالحايك وحشمانة بصح الله غالب ما عندهاش هذا اللقطة حركت فيها أني لابد أن أفعل شيئا ففكرت واستخرت الله والحق رأيت رؤية جميلة جدا أن يكون الخير والبركة فأسست الجمعية الخيرية الإسلامية من الكرامات التي وقعت والتي أقولها أول مرة في هذه الحصة ولا يعرفها أحد الشيخ بالكبير العالم الكبير موجود في الصحارة الجزائرية أنا كنت من أعرفه لا أنا أعرفه لهو يعرفني أما لا يأتيني الشاب يقول لي يا شيخ أنا زرت شيخ بالكبير في الصحارة وقال لي ولا تعرفش مستدين قلت له نعم أعطاله 300 ألف قالوا هاك أعطيهم له وقل له قال لك شيخ بالكبير هذا مال حلال وأنا كأسست الجمعية كنت نحوز خدش للقانون يشترات أنك تفتح حساب وتحط فيه مال كنت ندعي ربي باش يكون مال حلال لا أحد تصدق ولا أنا كان عندي مال كنا ما عندناش فيأتي الشاب يقول لي هاك أبعت لك 300 ألف وقال لك مال حلال فكان أول مال دخل إلى الحساب نقدر أن نقول أن هذا 300 ألف هي التي فتحت لك الجمعية هي التي فتحنا بها بهذا المال الحلال الذي أرسله العلام الشيخ بالكبير فتحنا الحساب هذه 300 ألف التي تحدثت عليها الآن كانت منعرج في حياتك في المجتمع المدني أبدينا العمل خيري أبديت العمل خيري وأنا ليس عندي شيء لا مقر لا مال لا محسن لا ولوب ولكن انطلقت وكلت على الله فاتصت بالبلدية كان الحاجة إذا حي الله يحفظه إذا مت رحمه الله رئيس البلدية أعطاني مقر ذلك المقر ليس فيه شيء جدي الحاج الصادق رحمه الله خدم لي كرسي نقعد عليه كرسي ما كانش عندي حتى كرسي خدم لي كرسي قال لي باش تقعد تستقبل الناس عليه فجالسوا عليه أول ما فتحنا جاء إنسان تصدق تذكر أول إنسان جاء اسمه ياسين تصدقنا الطباشير اللي يكتب بها الأطفال في الصبورة الطباشير فكانت تأتي لعجائز وقول يا إما تدو الطباشير نحن عنا أغير الطباشير تقول لي وش نديرنا بالطباشير أنا نجي عنه نقول أوليدك يقرر هاكي الطباشير توكلنا على الله بعد الطباشير بدأت الناس تصدق وبدأ الفقر يأتي والمحسن يأتي والفقر يأتي